مرحبا وأهلا وسهلا فيكم اليوم في لقاء خاص معنا هو خاص من ناحية النجاح ومن ناحية الفرحة وشوفي أحلى من النجاح وخصوصا أول نجاح في حياة كل شخص وهو النجاح في التوجيه اليوم معنا طالب متميز طالب زيد حجازي أهلا وسهلا فيك يا زيد طبعا ومعنا الأستاذ مجاهد جنيدي أهلا وسهلا فيك أستاذ مجاهد احنا الفرحة أخذتنا مع زيد لأنه ما في أحلم الفرحة التوجيهي وفرحة النجاح أكيد زيد يعني يستحق الفرحة والنجاح يعني هاي فرحة ما بتعلوها عليه فرحة يعني ما في فرحة بتعادل فرحة النجاح وأنا دايما بحكي لطلابي أجمل لحظات هي لحظات الفرح بالنجاح ما في لحظة بتعادلها في الدنيا طبعا مش فقط في الدراسة في أي شيء يعني النجاح اشيء مميز جميل جدا ويعني النجاح التوجيهي بالذات يا زيد هاي دي أقولك إياها وأكيد الأستاذ مجاهد رح يوافقني أنه هي أول فرحة فعلية في حياة كل شخص فينا وخصوصا من ناحية النجاح إن شاء الله المستمر هاي بداية طريقه طبعا زيد جاي بالثالث على المملكة بفرحة صناعي معدلك 97.1 شو شعورك زيد وانت جربت هذا المعدل؟ والله شعور عظيم صلاحة يعني الواحد بتعب وأخليشي بلقى اللي تعبوا صلاحة وخليني هيك بس أحكي أشياء كنت تحكيلي إياها أنت خلف الكواليس دي أغششهم إياها هلأ قلتلي كل واحد بيكون عارف مقدار تعبه وبالتالي مقدار اللي رح يحصده يعني كتير إحنا بنسمع في مقابلات هلأ وعم بنشوف بالنسبة للأوائل إنه بحكي لك تنظيم الوقت والتخطيط وإلى آخره إنت جاوبتني قلتلي أنا ما كنت نظم وقت صراحة أنا كنت يعني ماشي عشو بنجز في اليوم مهمنيش كم ساعة يعني تحط في بالك إنه بدي أنجز مثلاً كمية دراسة معينة محددة وتنجزها طبعاً وخلص بغض النظر إنه مش بالدقيقة ومش بالساعة أكيد يعني ما تبصح الصبح بظلني لبن ما أخلص وقت الدراسة قلتلي لا بفرق صبح ولا ليل ولا أنا فرقت مع الصبح صراحة لأن بالليل يعني بتعب كنت بنعص بصراحة يعني أنت بتنصح كل حدا هلأ توجيه 2005 إحنا عنا بنشد معاه الصبح أفضل وقت صراحة كنت تصحى أي ساعة الخمس ونص ستة تقريباً آه يعني مش إنه مثلاً إنه الواحد ما ينام أو يعني بنسهلها إحنا على الطلاب لأنه حسسونا إنه هي خلطة صحرية أستاذ مجواهد إنه الواحد حتى ينجح في التوجيه لا والله هي مش خلطة هي يعني الإنسان المهم يكون عارف شو اللي بديه يوصل لإله يحط هدف بيسعى لإله وبيحققه يعني زيد من الدردشات اللي كنا بتدردشها مع بعض كان عارف وين ضايح مخطط للإشي اللي بديه يعمله بيمشي خطوة بخطوة الآن الشغلة اللي بدي أحكيها يعني إنه كثير طلاب بيبدأ فترة التوجيه عنده حماس مليار لكن مع مرور الوقت ناس بتخف حماسها ناس لا بيزداد حماسها زيد من الأشخاص اللي كان يزداد ويتزداد ثقته بنفسه كل ما تقدم كان في خلال فترة الدراسة كان تزداد ثقته في نفسه والحمد لله يعني حط في باله شيء ووصل لهدفه يعني أنا كثير بفتخر في زيد وخاصة إنه هي الخطوة الأولى في نحو المسؤولية يعني منحكي إنه هاي أول خطوة في مستقبل أي شخص نحو المسؤولية والإنجاز الجامع وإحنا نتمنى لك طبعا نجاح مبهر بحياتك العملية وزيد بدي أوقف على النقطة اللي حكاها الأستاذ مجاهد الثقة يعني وانت حكيت لي ياها هاي خلف الكواليس إنه أنا كنت عارف إني أنا رح أجيب هذا المعدل وحتى قلت لي بعد كل امتحان كنت تحسب أو بس خلصت كل الانتحانات كنت تحسب وكان الرقم اللي وصلت له قريب الثقة هاي هل بتيجي من أكيد فيه أستاذ بيكون إله هيك بصمة في حياة الطالب في رحلة التوجيهي بالذات حكينا عن بصمتك مع الأستاذ مجاهد صراحة أستاذ مجاهد أستاذ يعني قدير ومعروف على مستوى المملكة وأنا بشكره على جهوده يعني كمان كل حصة كمان يحفزنا ما شاء الله حفزنا على الدراسة يحفزنا على المعدل وكانت شوف يعني كل حصة كنت أنا حب أحضر حصته يعني صراحة أستاذ متميز ما شاء الله كنت تحب تحضر حصته مش بس عشانها رياضيات لا متعة كمان متعة؟ حكينا هيكا واحدة من الأشياء اللي بتتذكرها الأستاذ مجاهد إذا استحضرتك يعني إذا استحضرتك أي موقف ومش واقف بنحكم صراحة واقف للشباب تقريبا آه تمام يعني قريب منكم كان صحبة معكم وهذا الأشي بتحسه بأسر على رحلتك في التوجيه مش كله دراع يعني ما كان الشديد معنا كله رياضيات يعني قلت لا بقى يعطينا عادي نضح مع بعض نمزح عادي يعني حصة طبيعية بقى مش شديدة وهذا الأشي شجعك هذا الأشي حببك يعني يعني لكل اللي اللي عم بحضرونا هلأ وخصوصا طلال توجيهي 2005 أنا بحكيله بقوله شو المواد اللي أنت بتخاف منها أو كنت خايف منها بالتوجيهي غير الرياضيات لأنه أنا ما أخطئ أنه الرياضيات مسلمة أنه الواحد بكون خايف منه قال لي بالعكس أنا الرياضيات بالذات ما كنت خايف منه طبعا يعني إحنا بدنا نقول هو عنده حب للرياضيات وبزيادة لما بكون الأستاذ بحب بالمادة يعني شو دورك هنا أستاذ مجاهد كيف تعرف توصل للطلاب والله هي الفكرة أنه إحنا طلابنا عادة بوصل لمرحلة التوجيه وبحاجة لتأسيس ومادة الرياضيات تحديدا على وجه الخصوص هي بدها جلب بدها صبر يعني كثير طلاب بتلاقي مثلا بيبدأ عنده مثلا نقص في تأسيسه نقص في معلوماته بنحاول إحنا نكمله الإشي اللي ناقصه أو الإشي اللي بحاجته في طلاب بتصبر وبتتعف في البداية فبتوصل لهدفها وبتنول وبتوصل للعلامة الكاملة أو الشبه الكاملة وفي طلاب بتبلش تشعر في اليأس مشكلة مادة الرياضيات إلها خصوصية يعني هي تعتمد على كل شيء مر مع الطالب من الصف الأول حتى وصوله للتوجيه مادة تراكمية ما بتستطيعي تفصل إنه جزء عن جزء آخر فالطالب اللي بيكون عنده فقد في إحدى السنوات بيتغلب أكثر من غيره في سنة التوجيه لكن إذا صبر على نفسه وأعطاها دائما بيوصل لهدفه أنا كثير بكرر إتعف في البداية بترتاح في النهاية لكن مش شرط كل طالب يكون عنده هذا الجلد وهذا الصبر خاصة إنه إحنا عنا يعني معروف إنه والله مادة الرياضيات مادة خوف مادة الفيزياء مادة خوف لكن في ناس بتتجاوز هذه المرحلة وفي ناس تبقى وتوقف عندها زيد خلينا نحكي بالموضوع أو النقطة الجدا مهمة اللي حكاها أستاذ مجاهد في طلاب بيحطوا في بالهم وبيوصلوا قديش أنت كنت حاطت في بالك يعني خليني أقول شو كنت تتخاطب حالك في بداية السنة شو كان زيد يحكي لزيد أنا كنت طبعا دائما أشجع حالي يعني ما أحد تقريبا شجاني كنت دائما أشجع حالي أوليس لدراسة نقول ما بلاشت وأنا بشجع حالي وبحب يعني المادة غيظيات كنت أحبها صلاحتي يعني بحب أكتشف شو فيها أستاذ مجاهد تصلحها بطريقة فنان ما شاء الله فحبيت لهذه الليات يعني أشجع حالي مادة بمادة مادة بمادة ما أوقفه يعني أنت دائما كنت السند لحالك خصوصا أنه قلت لي أنه أنت أهلك أنه أنت الثالث واحد فهم زقانين التوجيق دائما يعني أوكي دعم الأهل كتير مهم دعم المدرسة كتير مهم لكن في الدعم الأهم اللي هو دعم الشخص لنفسه وعلاقتك في أستاذ معين اللي يحببك بهذه المرحلة وبالنجاح بشكل عام شو طموحاتك زيد؟ عيشة دوسة يعني؟ بشكل عام بالحياة شو لما زيد قال جاب 97 هو عارف أنه بدي يجي 97 وعشر شو في بالك؟ شو شايف الحياة أنت لقدام؟ الله يشايف نجاحي يعني نجاح متواصل إن شاء الله يا عرب واللي يعني يدخش تخصص أنا بحبه صراحة مش تخصص يعني جيب معدل واطل جيب تخصص أنا ما بحبه أصلا على البالي يعني تخصص أنا بديه وإن شاء الله يعني راح قولي إلي التخصص وكمان يعني وفر على أهلي كمان صراحة أبوي بم من المشتافة يعني وهذا لما إحنا منقول إنه إنت بدك تدرس تخصص أنت بتحبه هاد برضو تكملة للنجاح أستاذ مجاهد يعني هاي سر من أسرار النجاح في حياة كل شخص طبعا يعني حط في باله هدف وصله بإذن الله المتوقع إنه يتميز بالتخصص اللي مقدم عليه وزيد من الناس اللي عندها جلد والتخصص الهندسة يعني إن شاء الله هو متفائل إنه راح تلع له هندسة تخصص الهندسة بإذن الله تعالى تفتح أفاق واسعة جدا 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 تنمو بالتفكير ويمكن يزداد طموحه وإن شاء الله إنه ما يتوقف فقط عند البكالوريس يعني أنا بتمنى له أن يتابع في مسيرته إنسان متميز يعني ممكن يقدم للآخرين شيء في المستقبل إذا كمل في مرحلة الماجستير والدكتوراه فأنا بتمنى له كل التوفيق وإحنا كبارا يا زيد نتمنى لكل التوفيق وهي هيك بدأ نحكي كلمة سريعة على كل الطلاب اللي عم بيشوفونا لألفين وخمسة إنه اللي بيجيب علامات سبعة وتسين تمانية وتسعة وتسين ومش رائد فضاء أو خارج هذا الكون هو شخص عارف مقدار تعبه وحطه في باله ووصل له إن شاء الله نشوفك مدير مصنع زي ما قلنا وتخترع لنا هيك اختراع باسم أردني إن شاء الله على مستوى العالم بدنا كلمة منك زيد بنهاية اللقاء للطلاب اللي هلأ فايتين على مرحلة التوجيه أنا بحكي لهم إنهم ما يخافوا صراحة إن هي مرحلة عادية بس إنه واحد مفروض إنه يكون يعني قوي يعني يستحمل هذه المرحلة إنه عمل مش مقياس والله واحد من الأول للعاشر وإنه ذكي يعني لازم يكون في توجيه ذكي لا أنا من أول للعاشر فش معدل كان ثمانية ما أقول ليش عجوبة التسعينات صراحة بس بالتوجيه حطيت في بالك بالتوجيه حطيت في هدف بالي من شاء الحمد لله حققت وبدنا هيك كلمة صغيرة منك لأستاذ مجاهد أستاذ مجاهد طبعا أكيد بشكر على كل جهود يعني طول سنة التوجيه يعني شرحنا للغابيات ما شاء الله عليه أستاذ كبير ما شاء الله وأستاذ هيك اختملنا اللقاء في كلمات جميلة لا زيد ولا كل الطلاب اللي مقبلين على مرحلة التوجيه يا رب الله يوفق جميع الطلاب إن شاء الله ويسر أمرهم ويفتع عليهم لكن زي ما تفضل زيد يعني سنة التوجيه هي سنة زي هزي أي سنة أخرى إحنا مجرد أنه نبدأ فيها ونكون حطين في بالنا هدف بإذن الله تعالى راح نوصل له مش صعب أنه الإنسان يوصل للهدف اللي بده إياه بدها صبر بدها جلد إن شاء الله راح تحقق المعدل اللي أنت بتطمح لإله وتختار التخصص اللي أنت إن شاء الله ناوي تدرسه في الجامعة ما نترك هلا والله التسهيل ولا إنه شو بيحكم عليه المعدل لكن إحنا كثير من طلابنا للأسف ما بيكون حاطة هدف يعني بتسأليه شو بدك تدرس في الجامعة ويقول لك أنا مش عارف حسب المعدل فهذا الإنسان مش بسهولة والله إنه يوصل لحلم أو لهدف لأنه أصلا مش حاطة هدف من البداية فكيف دكياء يحقق إنجاز لكن اللي حط في باله إنجاز معين إن شاء الله إنه راح يوصل له هذا ما فيه إشي مستحيل دائما خطط اعمل تصل بإذن الله تعالى يعني وفعلا أنا بدي أستفيد من تجربة زيد وأأكد على كلامك أنا صراحة استفدت منك اليوم بهذه المقابلة إنه فعلا الواحد لازم يكون محدد وواضح في حياته وبهدفه عشان يقدر يوصل له أما زي ما حكينا اللي يتاركها للتسهيل بده يتقبل التسهيل صح ولا لا بدنا نشكر وجودكم معانا اليوم وإن شاء الله منتمنى لك أستاذ مجاهد طلاب من نجاح للجاح وإن شاء الله الأوائل على المملكة يكونوا السنة اللي جاي بتوجيه 2005 زيد دي أستناك تكون في أعلى المراتب أنا جاء نعمل معك مقابلة وأنت زي ما حكينا مدير مصنع وعمل لك احتراع نشكر هاي المقابلة اللطيفة ومنتمنى لكم نجاح إن شاء الله طلابنا أي شخص يحط في باله هدف واضح إلا ما يوصل لهدفه اشتركوا في القناة